النهاردة عاد أبطال القمة نجوم القمة فريق القمة فريق النادي الأهلي إلى التدريب دايما كده بنحرص كده كلنا كفريق عمل إن احنا نجمع على حضراتكم لقطات مهمة بنبقى قصدنها ما بيجينا جزء من التدريب بنحاول طبعا احنا بعيدة عن الجانب الفني ومسمح لنا بتصوير يعني يا دوب لقطات معينة عجبني قوي قصة كولر مع اللعيبة وحاسس إنه كولر نيو لوك يعني أحساسي إنه ده كولر اللي كان لسه داخل النادي الأهلي في وقت وانت داخل يبقى الحماس والقصة الحدوتة وبعدين بعد شوية يجي لك حالة كده من الهدوء شوية من الثقة الزائدة مثلا أو الاطمئنان وكذا فكولر دايما مع جهاز المعاون زي ما انتم شايفين دايما كلام كولر لا يبدأ إلا بمحاضرة لازم بصه هو على فكرة ده مخفيف جدا يعني سبحان الله يعني هو منضبط جدا جدا وهم ما يميز كولر هو انضبطه ولكنه عنده خفة دم غير عادية أدي نجومنا ولعبتنا وكلهم تركيز ورغم إنه بقى فيه محاضرة في الداخل لكن بيرجع الرجل تاني في الملعب يرجع يتكلم من أول وجديد بس يبقى كلام في الخفيف بس الجميل اللي أنا شايف السلية في التدريب أدي الدكتور وده مهم جدا الدكتور يكون موجود ويشرح للمدرب عشان بس أقول لكم النظام بيبقى عامل إزاي يعني الدكتور بيقعد مع المدرب جوه داخل غرفة المدير الفني في غرفة المدير الفني يقعد رشرح له بعد التالي يقول له تعالى معايا في الملعب عشان نبقى شايفين اللعيبة على أرض الواقع لما يكون في حالات إصابة أستاذ رضا المترجم والرجل بيقوم بعمله على أكمل وجه يعني بكل احترام وكل حب دكتور أحمد جبالله من الدكاترة المحترمين وأتلاقي حوار مطول إنه جمنا بقى كلهم موجودين على أرض الملعب الأهلي بيتجمع الساعة خمسة وبتمرن الساعة ستة لسه رضا ضحكته الحلوة مش شايفين عايزين نشوفها يا رضا رضا من اللعيبة المهمين أدي أحسن لعيب في مصر بلا منازع بلا منازع رامي ربيعة يعني ما تقرنوش بحد السنة دي يعني آه هتتكلم على وسامة أبو علي وهتتكلم على حسين الشحات وهتتكلم على أفشا وهتتكلم على أمام وهتتكلم على ناس كتيرة جدا لكنه رامي ربيعة ربنا يا رب يحفظه من الإصابات كل حاجة بقاله سنة يا رب تبقى سنين نفس المستوى السابت سواء مع النادي أو مع المنتخب ياسر إبراهيم مع نوعيات عالية بيجهز ليه يعني للتدريبات هو مؤكد إنه خارج مباراة زد مؤكد بنسبة ما في المية إنه خارج مباراة زد اللي بتشوفوه دامكم دا يا جماعة نوع جديد من الإطالات شغل الستريتشات والإطالات اتغير تماما علم التدريب اتغير خالص والأجهزة دي كان لو تفتكروا كان كلر كان قاعد مع كابتل خطيب السليفات وطلب أجهزة تبدو بسيطة لكنه قاله لازم تكون دي موجودة للتدريبات وكلها تواجدت عايزة تشوف كم الجدية كم الإصرار اللي موجود عند الجميع يوسف أيمن رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر السلية أفشة هنا طاهر وأرجو أن الجماهير تظل على مسندة طاهر كما هي لأنه من الممكن أن طاهر يجيله مباراة ما يبقاش موفق يعني فأتمنى أنه الناس تفضل على المسندة الدائمة لطاهر كل اللعيب بيجيله فترات بيبقى مش كواس قوي ساعات بيبقى مش موفق ما يبقاش يومه سين الشاحات الاستعاد تقريبا فرمته العالية جدا ما بين صناعة الأهداف ما بين تسجيل الأهداف مبسوط جدا أن أنا شايف عمر السلية عمر ده نموذج يحتزى بيه الحقيقة أفشة مع طاهر ساعات بغلط أنا في طاهر ومحمد عبد المنعم لكنه تشعر في حالة من الجدية وحالة من الثقة موجودة عند اللعيبة كلها بشكل جيد على فكرة جماعة الكلام على عمر الساعي أنه لعيب هايل يعني ما سألت حد عن عمر الساعي إلا أشد بيه بالمناسبة بالنسبة ليوسف أيمان لأن الناس بعد المباراة اللي فاتت يوسف وقصة يوسف والحدوتة وإنتوا سمعتم برح سامي أمصان أو كابتن سامي أمصان هم عندهم قناعات تمة بيوسف أيمان عندهم قناعات إن المباراة اللي فاتت هو كان عنده ظروف مشتبعية هذا رجل اللعب منتخب قطر اللي هو بطل أسيا ولعب نادي الدحيل من الفرق التقيلة جدا في أسيا ومن الوارد جدا إنه ما يكونش موفق في المباراة إنه حصلت ظروف إنه صابة أثرت عليه لكنه بالتأكيد إنه اللعب جيد وإلا ما كانش يبقى موجود في النادي الأهلي يعني أنت تشوف علي معلول لحياة بقى لفترة ما شفتوش وأرجو إنه الأحداث الأخيرة لا تؤثر على معنويات علي معلول لأنه علي في قلب وفي عقل كل أهلاوي والكل بيحب علي والكل بيتمنى عودة علي سريعا إلى الملعب يعني الجدية على الصغار والكبار أبو الخير وسامير وكل الناس بلاستثناء للأسف محمد عبدالله أصيب أصيب قبل لتجمع المنتخب بيوم واحد الناس كلها بتكلم على أهلاة محمد عبدالله ده إنه ده مفاجئة النادي الأهلي إن شاء الله قريبا في الملعب فإن شاء الله بإذن الله يعود وإن شاء الله يشفى سريعا من الإصابة الكل الحمد لله في حالة نفسية في حالة معنوية أدي بيرسيتاو ما بيشاركش أساسي لكنه ما موت نفسه عشان يبقى من ضمن اللعبة الأساسيين إن شاء الله الفترة القدمة وحفظه لأقول يا جماعة الموسم طويل مش الدوري طويل الموسم طويل عندك ما بين دوري الأهلي مش هالعب كاس سنادي لأنه انسحب البطولة السابقة عنده دوري وعنده أفريقي وعنده الانتر كونتيننتل وعنده كاس العالم للأندية وعنده بطولة أفريقيا وعنده الصبر المصري بإذن الله يكون مشارك فيه بإذن الله فالموسم طويل وأده انت لسه بتقول يا هادي وعندك مثلا ياسر إبراهيم مش موجود يعني عادي بتحصل يعني وغير ياسر كمان فيه إصابات عندك محمد هاني ربنا يا شفير رجعه يا رب بقال في سلامة علي معلول يرجع بسلامة الله إن شاء الله ليه فريق النادي الأهلي فأحسن حالة التدريب ده على التركيز على دقة التصويب على دقة التمرير بص الجمب وبعدين السبات وبعدين التزديد فأنا شايف الحالة المعنوية والفنية والنفسية للعائدة النادي الأهلي تبشر بالخير قولوا يا رب بإذن الله